اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان يمكن اباء كتير وامهات كتيرة بيحاولوا انهم يكتشفوا اذا كان اطفالهم عندهم مشاكل في النطق ولا لا يمكن ما يكتشفوش ده غير لما الطفل يبتدي يروح حضانة ويبتدي بعد كده يحسوا انه هو متأخر شوية عن اللي حواليه فيبتدوا يحاولوا يشوفوا المشكلة فين ويبتدوا كمان يحاولوا يشوفوا ازاي نبتدي العلاج وازاي نكون اسرع فيه طريق العلاج علشان ما نتأخرش زي نكتشف ده وزي نكتشفه من بدري لانه اعتقد نص العلاج في ان احنا نكتشف بدري وانه اكيد ده كمان بيفرق في الاستجابة للعلاج خلونا نعرف اكتر من المتخصصين عن مسألة تأخر الكلام عند الاطفال بنرحب بالدكتورة مونة الشيخ اللي نورانا النهاردة في ستوديو صباح الخير يا مصر استاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عن شمس صباح خير على حضرتك اكيد اكتر صباح نوري فاندر اهلا اهلا بك نورانا ازاي الامة او الاب ينتبه انه الطفل متأخر في الكلام وهل ده بيفرق من ولد لبنت المفروض اني اقرنه باللي حواليه ولا لا لو هو بترى يدخل حضانة او اقرنه باخوه او اخته هو فعلا دلوقتي مهم اوي فكرة الطفل بيتكلم ولا لا بس قبل اما ادور على ان هو بيتكلم مهم اكون متأكد ان هو فهمني متفاعل معي حتى لو ما نطقش حاجة فاول سنة من العمر بتاعت الطفل مهم ان الام تتفاعل معي معليش فكرة ان طول النهار قدي الموبايل لابني واسيبه عشان اعمل حاجة تانية اشغله بان هو تابلت او تلفزيون واسيبه دي بقت بتأثر جدا على نمو الكلام وبردو مش المهم في الكلام قد ما مهم في التفاعل التواصل بين الطفل وبين ممتو بيعب قدرته في التعبير عن نفسه بالضبط عشان كده اول سنة مهم حتى لو اول سنة لسا بيكونش الطفل بدأ يتكلم بس على الاقل فكرة انه يبدأ يلاغي ممتو تبصله يبصلها تلعب معاي يلعب معاها ده معناه ان الطفل ماشي في النمو الطبيعي عشان الاباء والامهات ما يلقوش قوي من فكرة طب هو كده متأخر او لا لازم نتفق ان كل طفل ليه السرعة بتاعته احنا يعني مش المفروض انه ايه ده متأخر عن ابن اختي او ابن خلتو او قصة دي كلها احنا لينا زي نقاط مرجعية كده المفروض ان الطفل على سن ما بين السنة لسنة ونص طفل المتوسط الطبيعي يكون على الاقل بدأ يقول كلمة يعني جملة من كلمة واحدة بابا ماما باي مام حتى لو مام بس في الاول وفي الاخر طالما بيقول كلمة واحدة يبقى احنا كده ماشينا في المتوسط الطبيعي من سنتين لتلات سنين يبدأ يقول جملة من كلمتين عايز باقي اكل مام اشرب مية اي حاجة من دول بعد التلات سنين يبدأ يقول جملة من تلات كلمات ده المتوسط ممكن يتأخر سنة او يقدم سنة دي حاجة رائعة ولكن في الاول وفي الاخر لازم نكون عارفين ان طالما هو فهمنا يبقى الحمد لله ماشينا المقلق دايما هو مش معانا اي الفرق بقى ما بين قصة تأخر الكلام وقصة التوحد لان فيه ناس بتخلط وفيه ناس بتقول ان ده سبب علل ده ممكن نميز لان القصة دي برضو مثار جدل يا دكتورة هو فعلا يعني يمكن احد الاسمات الرئيسية بتاعة الاطفال اللي عندهم توحد او ذاتوية هي فكرة انه متأخرين في الكلام فاحنا لازم نكون مفرقين الطفل اللي عنده توحد زي ما سميها كده انهزقون ببل في العالم بتاعه مامتو دخلت مامتو خارجت هو مش حيبص عليها مامتو بتحاول تشيله مش حيربط انه كده معناها هي بتحاول تشيله فيرفع ايده الفرق ما بين تأخر الكلام والتوحد طفل التوحدي مش معانا يعني مش فاهم اساسا احنا بنعمل ايه طول ما هو قاعد قدام التلفزيون او قاعد لوحده في لعبة معينة الدنيا تضرب تقلب زي ما بنسميها هو مش بيدور لكن الطفل اللي متأخر في الكلام متابعنا حتى لو في تأخر مجرد في الكلام كأننا بندور على حاجتين لغة استقبالية انا فاهم ان مامتي بتقول تعالى حتى لو ما اتكلمتش بس تعالى حييجي الطفل التوحدي لا فيش خالص مش حيجي ما فيش ادراك معنى اللغة الاستقبالية نفسها مش موجودة عشان نفرق دايما لغة استقبالية ولغة تعبيرية تعبيرية ان انا ببدأ اتكلم ببدأ اقول حتى لو الكلام مجرد كلمة او كلمتين بس معناها انا ببدأ اعبر اهم حاجة بالنسبالنا في السن صغير ان الطفل بيستقبل صح هات تعالى بابي مامي القصة دي بدأ يتابع معنا طيب يا راقتر انا دلوقتي ابني او بنتي وانا مش عارفة الجنس بيفرق ولا لأ لانه احنا عندنا موروثات كده برضو ان البنات لبلت في كلام بدري بدري الولاد بتأخر شوية ومعرفش الحقيقة العلمية هل في حقيقة علمية لده ولا لأ وصل ثلاث سنين وكل اللي حواليا بيقولوا لي ابنك او بنتك متأخرين في الكلام المفروض اعمل ايه؟ هو لو هتكلم وصل ثلاث سنين لأ يعني مش هايز اقلق الموهات بس ثلاث سنين ده سن متأخر يعني ناسبوهش يوصل لثلاث سنين مش المفروض ده سيبوه يوصل لثلاث سنين العلامة التحذيرية الاساسية في اول سنة ان الطفل مش بيلاغي مش مش ضروري الطفل اول سنة ما بيتكلمش بس طول النهار باب 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 ندد ده الكلام ده ده قرأة تلوع اصوات تلوع الاصوات دي لوحدها حاجة ايجابية اول سنة هنتنش العلامة دي لو الطفل لحد سن السنتين مفيش كلمة موظفة يعني ممكن يكون على سن السنتين باب بام ماما كده لا لازم تكون على سن السنتين بابا واتح البابا ماما واتح الماما لو على سن السنتين ما فيش ولا كلمة موظفة هنا بقى دي علامة تحذير واضحة نحن لازم نتدخل وصلنا لثلاث سنين ده طبعا سن قوي نحن نكون كل ده ما بنتكلمش أول حاجة مهمة إنه الأم تبدأ تقفل كل المؤثرات اللي ممكن تكون ساحبة طفل كل الشاشات تتقفل في التلفزيون سواء تلفزيون تابلت موبايل كل ده يتقفل والأم تدي وقت مكثف للتعامل مع الطفل بمعنى وبرده مش هنضغط على الممهات في حاجة هي بتعمل حاجة في المطبخ تجيبه معاها وتقعد تتكلم على هي بتعمله بتروى مثلا الشقة تجيبه معاها وتبدأ تروى الطفل يقعد لوحده في بيئة منخلقة تماما ده غير مفضل على الإطلاق طب حصلوا مرة ثلاث سنين وما نطقش الطفل هنعمل ايه بقى هنروح لمين هنعالج ازاي هنصنفه ايه يعني الخطوات بقى السليمة ثلاث سنين وما فيش كلام اول حاجة مهمة ان الام هتبدأ تتأكد انها اما بتنادي على الطفل بيبص عليها لو بتنادي على الطفل بيبص عليها بيتجه للصوت بيمنتبه لها فاهم التعليمات حتى لو اللغة التعبيرية مش موجودة يبقى اول حاجة هنبدأ نتجه لطبيب امراض تخاطب او اخصائي تخاطب عشان يساعدنا بس ان هو بتمارين بسيطة يبدأ يتعلم الكلام ودي بسيط دي الحمد لله بتبقى بسيطة طالما بيتفاعل رقم اتنين نزول الحضانة او مش ضروري حضانة قوي بس نزول حضانة او التفاعل مع اطفال اخرين ده مهم جدا جدا فكأن لو وصلنا لتلات سنين فيش كلام رقم واحد هنستشير حد من اطباء التخاطب رقم اتنين هنبدأ ننزله حضانة او ابدأ رتب كل تجمعات العيلة اللي فيها اطفال انا بحط معاهم عشان يبدأ يلقطوا رقم تلاتة اما اتكلم مع الطفل لازم يبقى صوتي بطيق وواضح يعني مش هقول له تعال اعمل كذا تعال يلا نعمل كذا كلمة واحدة جيب الفرشة فين الشوز فين البنطلون بس كلمة واضحة وصريحة واتكلم مع الطفل كتير لو في خلال شهرين ثلاث شهور لقينا الطفل بدأ يلقط معنا وبدأ ينتبه اكتر يبقى خلاص احنا ماشينا على الطريق الصح لو ما كانش يبقى حنحتاج نرجع نتأكد تاني هل سمع الطفل ده كويس ما يكونش بيجيلوا ادوار برد كتير قوي وده عامل زي نوع من انواع الالتهابات اللي ورا طبلة الاذن فبالتالي الطفل ما بيسمعش كويس فيه اطفال كتير جدا بيبقى من قدرة ادوار البرد المتكررة فيبقى فيه ميا ورا طبلة الودن تقريبا هي بتبقى زي نوع من انواع الالتهابات فيبقى الطفل كأنه سامع صوتنا تحت الميا يعني كأن حد تحت الميا فسمعوا للصوت بيبقى ضعيف فلازم لو يعني في خلال ثلاث سنين ثلاث شهور أربع شهور بدأ يلقط معنا احنا كده ماشيين صح مجرد نزود التنبيه لي والاسراء البيئي اللي حواليه لقينا لا مش لقيت معنا ابدأ اتأكد بقى السامع بتاعه كويس ابدأ اتأكد التفاعل بتاعه مع اطفال تانين كويس ولا لا الاستجابة للأوامر للتعليمات هات وخدوا الكلام ده كله كويس ولا لا لو ما كانش بلازم هنلجأ بقى لطبيب أمراض نفسية متخصص نشوف اذا فيه بعد شرطة وحد أو لا الاكتشاف المبكر يا راقضر وانا مش عارفة المبكر المفروض ما نعديش سنة ونص سنتين عشان نبقى المبكر الاي مدى بيساعد في الاستجابة انه ابني يكون بعد كده طفل طبيعي زي وزي اللي اتكلمت وقته ده بيحصل؟ طبعا اهم حاجة الاكتشاف المبكر وبردو الاكتشاف المبكر عشان الاباء ما يقلقوش والمامات ما تقلقش الاكتشاف المبكر بمعنى انها علامة تحذير نتدخل بس ما نقلقش يعني يكون ان الام تقفل الموبايل وتقفل التلفزيون وتتفاعل معايا وتبدأ تنزل تلعب معايا وبنتكلم مش ضروري لعب غالية ومش ضروري حاجات مزعجة ده احنا منتفق ان جيبي بس بطاطس وبصل وطماطم ونحطهم على اشياء تفاولية اكثر من اي شيء اي حاجة موجودة في البيت المهم هو علاقة ما بين الام وابنها وتفاعل فاحنا عشان اتفق لو كان كل ما السن يكون مبكر نتدخل احنا يعني التدخل المبكر بيمنع فكرة حتى انه بعد الشهر يكون مرض يعني مجرد بس اثراء البيئة حواليا الطفل كتير جدا بيحسن من نمو الكلام لوحد مشاكل التغذية هل هي ممكن تكون سبب رئيسي في تأخر النطق؟ لا للامانة مشاكل التغذية كأن الطفل مش بيأكل كويس هتأخر نمو التطور والنمو بتاع الطفل بشكل عام ولكن عشان توصل مشكلة التغذية انها تأصل على نمو الطفل يعني دي مشكلة في التغذية كبيرة قوي لكن لو هنتفق كحاجات عامة كلما الطفل في الاول هنتأكد قوي على الخضار والفكهة بالذات الخضار الأخضر الغامق اللي هو كل الحاجات الخضروات الورقية الغامق البقدونس والكرفس والملوخية والسبانخ كل الحاجات الأخضر الغامق فيها مضادات أكسادة عالية قوي وبالتالي بتحسن من التفاعل بتاع الأطفال الأكل الصحي عمتاً كويس المموات كتير قوي طب الحلويات أصلهم هايبر أصلهم مش حدي حلويات برضو ما بنمنعش الأطفال ما بنحرمش أبداً بس بحاول ألاقي أكتر حاجة طبيعية في الحلويات دي مش هدور على شوكولاتة مصنعة بقوة لكن هدور على آيس كريم ما هو في الأول وفي الأخر لبن وسيئة مش هدور على مثلاً بسكوت قوي لكن هدور على كيك هدور على حلويات معقولة مش هدور على شبسيهات وحاجات مغلفة قد ما هنعمل فشار في البيت كل ما نمشي على حاجات برضو في المجال بتاع اللي هي زي ما نسميها كده سناكس وحاجات طبيعية كل ما يكون أحسن طب دكتر هل ممكن يكون فيه عرض نفسي أو مشاكل نفسية عند الطفل أو عرض عضوي يسبب تأخر الكلام لو تأكدنا الأول أن ما فيش أي مشاكل في السمع والأذن طبعاً إحنا لازم نتفق للأباء والأمهات الصغيرين لسه متجوزين وطفل صغير الخلافات المنزلية من الحاجات المزعجة جداً اللي بتوتر الأطفال يعني لو حستبعد فكرة يعني الطفل متفاعل وبيرد وبيستجيب فأنا مستبعدة قصة أن الطفل يكون عنده الحمد لله توحد أو ذاتوية أو كده أن الأم والأب طول النهار بيتخنقوا أن فيه زعيق في البيت أن فيه عصبية وحاجات بتتكسر وحاجات بتتريمي طبعاً دي كلها من الحاجات اللي بتعمل الطفل نوع من ألوال الألق والتوتر فالطفل بيقفل زي نسميها بيقفل على نفسه خلاص يعني هل بنتكلم أن الطفل سنة ونصف سنتين ممكن يجيله ألق ممكن يجيله كتئاب ممكن يحصل لو الخلافات الأسرية كتير لو هو الطفل بيشوف طول النهار عنف وخناء وتوتر ده كله من الحاجات اللي بتخلي الطفل ينغلق على نفسه أكتر يبطل يتفاعل الاكتئاب عند الأطفال مرض موجود وليه سمات وليه حاجات يعني فيه فصل اسمه الاكتئاب عند الأطفال بالضبط فيه عند الأطفال الصغيرين أقل من الخمس سنين ممكن يحصل لو البيئة فيها زي ما سميها كده نيجلاكت أو إهمال شديد للطفل رقم اتنين خلافات أسرية كبيرة جدا طفل أحيانا بيدخل فيه اكتئاب هل الطفل حيقول أنا مكتئب أو متدايق أبدا الطفل بيبدأ تصرفاته تبين أريافة جمدة جدا تعلق شديد قوي في الأم يمسك فيها مش عايز يتساب خالص سريخ على طول وأما بنحسب أن الطفل تصرفاته مختلفة مش متفاعل مع أي حاجة طبيعة الأكل بتاعته بدأت تتغير يبقى لازم دي كأنها علامات تحذير للأم ليه سبب تغير السلوك الطفل اللي بيبقى عنده مشاكل خوف أو قلق أو اكتئاب مش هيقول هو حيبان بسلوكياته فقدما نقدر ناخد بالنا من البيئة المحيطة بتاعته طيب أنا لو من البداية بنلاقي أمهات بتقرأ للبيبي لسه وهو في بطنه ولما يتولده نبتدي بقى نحكي حواديد حتى ولو كانوا لسه مش فاهمينها ده ممكن يساعدنا في مسألة الكلام أو لا يعني ده موقع ده شيء يعني بس كده إحنا تعودنا عليه أنه نحكي مع أولادنا ونحكي لهم دي حاجة جميلة قوي دي يعني ياريت ياريت كل الناس تعمل كده أن أول حاجة الأم اللي ستبقى مركزة أنها تقرأ لولادها حتى والطفل وهي حامل بس مجرد أن الطفل ما هو جوا بطنها قابس هو سامع صوت الدربات بتاعة القلبة بتاعة الأم سامع نبرة الصوت بتاعة الأم دي بتبقى موجودة فأول حاجة بتديني انتباطة ما هو دي أم مهتمة دي أم مركزة معاه فلو هي مهتمة أنها حتقراله سواء وهي حامل أو بعد أما الطفل تولد دي الوحدة معناها أن هي حتديله وقته كفاية لازم نتفق أن أول سنتين من العمر مهم أن الطفل يبقى عنده ريسبونسف كير يعني اللي بيرعاه منتبه له الطفل عايز حد أثق فيه حتى وهو عمره سنتين أثق فيه يعني أنا ما تسبتش جعان أنا ما تسبتش مغيرتش البامبرز إن في حد مركز معايا فطبعا طبعا طبعا ياريت لو هنقرأ للطفل نغمة الصوت بتاعة الأم هي بتتكلم بتتكلم بهدوء ده الوحده مطمئن للطفل فطبعا ياريت ده كويس جدا هل هيحس النمو الكلام طبعا هيحس النمو الكلام إن هو بطبيعة الحال هيخلي الطفل مطمئن أكتر إيه هي الوسائل أو الطرق اللي المفروض الأب والأم يلتزموا بيها علشان يشجعوا تطوير كلام الأطفال في البيت أول حاجة ما ننشغلش عنهم ده رقم واحد نسيب الموبايلات نسيب الموبايلات وسائل التباعد الاجتماعي نعم وسائل التباعد الاجتماعي نبعد عنها بالضبط وسائل التباعد الاجتماعي بالضبط هو فعلا لازم يكون يسمى هكذا ندخل البيت خلاص إحنا مش ضروري برضو عشان ما نبقاش ضغطين على الأباء والأمهات كتير مش ضروري كمية الوقت بس مهم قوي جودة ونوعية الوقت كواليتي كواليتي تايم بالضبط فأنا رقم واحد حان ندخل البيت الأم والأب قد ما نقدر طبعا المجتمع في خلافات طبعا ضغوط شديدة جدا بس المهم أننا نتعايش عشان بقى فيه أطفال ففكرة الخلاف قدام الأطفال غير مسموحة تماما فكرة حتى مهما كان الخلاف يتحل بعيدا عن أن الأطفال يلقطو ده رقم اتنين جودة الوقت مع الطفل ده مع الأب مش ضروري وقت طويل بس النص ساعة الساعة اللي ستقعدها معاه إلا معاه نتكلم ونتكلم حاجات بسيطة بأي حاجة موجودة في البيت لا محتاجين لعب غالية ولا محتاجين حاجات مش متوفرة ده مجرد لو طلعنا طبق وكباية وشوكة ومعلاقة وقعدنا نتكلم عليهم بنلعب بيهم اللعبة القديمة بتاعت اللي إحنا كنا دايما مجرد ده تفاعل زغزغة الطفل قادي البيضة وقادي الأكلها مجرد اللعبة القديمة مجرد حاجة فيها تفاعل ده لوحده بالنسبة لنا يبقى رائعا طيب دكتور ما بيجلكيش أباء وأمهات يقولولك الجلدة صعب إحنا مش عارفين نتعامل مع الجلدة الجلدة محتاج مثلا نوع من الاهتمام وإحنا مجغولينه وبنشتغل وورانا 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 وإحنا مثلا ما تربناش بالأسلوب ده وما كناش محتاجين النوع ده من الاهتمام مش عارفين نفهمهم مش عارفين نوصل لدماغهم شايفة الجلدة هو اللي صعب والأباء مش عارفين يتعاملوا معاهم والأمهات ولا إحنا اللي مجغولين عنهم وإحنا اللي غلطانين شايفة العملية بإيه اللي ناقص يعني فيه حاجة ناقصة بين الأباء والأمهات بقى فيه جبعة عمالة توسع ما بين الأباء والأمهات ما بين الأطفال يعني حقسمها الحاجتين أول سنتين من العمر الطفل محتاج كيرجيفر مانح للرعاية الكيرجيفر دي الأم يبقى جميل جدا ما كانش الأم جدا يعني هقول للأم يعني استخدمي كل المساعدات الممكنة أم أب خلاة أعمام حتى لو مع تحفظي على فكرة أن إحنا مربية في البيت بس لازم المربية برضو تبقى بتتكلم نفس اللغة قد ما نقدر يعني يبقى لغة واحدة ده يفرق جدا جدا عشان بيأخر أما حد بيقول مثلا على تفاحة واحد هيقول تفاحة الثاني هيقول أبل أو هيقول كلمة تانية الطفل بيتلخبط جدا في الأول عشان كده لو في طفل متأخر نوعا ما في الكلام شوية مهم جدا أن إحنا نوحد اللغة حتى للأباء لنقطة مهمة جدا يا أكتر مونة لحاجة بتكلمي عن هذه ما هي حتى لو حد متجوز من جنسية أخرى هنتفق على لغة واحدة في البيت ونتكلم عليه لكن ما ينفعش يبقى بيسمع كذا لغة بالذات لو هو متأخر في الكلام فاحنا هقول للأم استخدمي كل المساعدة الممكنة مش مطلوب أن الأم تبقى سوبر وومن مش مطلوب أن الأب يبقى يعني مشغول على طول هنقدم نقدر الوقت لنديه للطفل يبقى وقت كويس للعمر على الجدات والخالات والأعمام العيلة زي ما كانت قبل كده من بعد الخمس سنين والطفل دخل مدرسة مهمة أوي ممتوف دهره بتساعده هو مجتمع جديد بيئة مختلفة عشان كتير أوي بيحصل أن الممهات بقى أوتوماتيك عادي حضانة حيدخل مدرسة خلص الموضوع بقينا بنلاقي كتير أوي أطفال من كترة القلق والخوف أما بيروحوا مكان بيعتبروا مكان عدواني أو مكان خايف منه يبدأ يحصل له خرس انتقائي خرس انتقائي يعني ما بكلمش يقعد أول 3-4 شهور في المدرسة ما بينطقش كلمة راجع البيت حوثان كل حاجة لكن هو لا يمكن يتكلم في مكان هو الآن منه عشان كده بنتكلم أنه أول الولد يدخل المدرسة أو KG1 KG2 مش معناها خلاص معناها يعني الأم تبقى مساعدة نوعا ما ومش بتكلم على الأم عشان هي مسؤوليتها بس طبعا وجود الأب رائع ولكن في الأول وفي الآخر الأم هتعرف تفهم ابنها أكتر إزاي فرق أن الإبني عنده مشاكل حركية في الفم وأنه عنده تأخر نطق في الكلام حرج دكتورة أكيد بتجيلك حالات بتعرفي تفريزي لا ده توحد لا ده تأخر نطق لا ده مشاكل حركية في الفم هو مشاكل الحركية في الفم في أولاد بتتولد بيبقى في عندهم زي جزء لاحم اللسان في الفك من تحت آه بينساميها زي اللسان كأنه مربوط فأول علامة واضحة أن الطفل ما يقدرش يطلع بس عشان أكون صادقة برضو عشان ما مهات كتير بتعتمد على فكرة آه أصلا لسانه مربوط لا دي حالات مش كتيرة صح؟ نعم دي حالات مش كتيرة حالات مش كتير واللي بتأثر عليه مخارج الحروف مش تلوعي كلمة مش الكلام نار فإحنا عشان نتفق الأم ما تعتمدش آه لسانه مربوط ما نبقى نعمل العملية لا ما لهاش علاقة خالص هو ساعتها مش هيعرف يطلع الحروف اللطق الصحية بتاعت الشفاء لكن هيرفي التالك دكتوري انت شايفة ان احنا لسا ما عندناش ثقافة انه نتجه للمتخصص سواء دكتور تخاطب أو طب نفسي فيما يخص الأطفال لسا بنستصعب الخطوة دي آه مع ان في الفترة اللي فاتت بدأ الموضوع يتحسن كتير بقى عندنا الثقافة دي شوية بالزبط بدأت تتحسن ولكن طبعا كل ما يكون يعني نسأل نسأل يعني ما خابة من استشعر زي ما بنسميها قد ما نقدر نسأل أكتر يبقى أحسن ولكن للأمانة الكام سنة اللي فاته فعلا بقى في وعي أكتر للفكرة دي لأن هل ابني ماشي صح أو لا بقت المامهات كتير بتقوش طب وبناء عليه عشان احنا يعني وقتين أفضل عايز أعرف من حضرتك أول حاج في سن كام بيحصل إيه احنا قلنا سنة إيه سنتين إيه تلات سنين إيه علشان نعيد التذكير للمشاهد على سن السنة مهم جدا أن الطفل بيبص المامته كويس بيستجيب لإسمه يعرف من شاور باي يشاور باي على سن السنة لازم يعرف حتى لو ما تكلمش يشاور باي وبيلاغي بيلاغي بابا ماما حتى لو ما قالش أي حاجة سنتين على سن السنتين لازم الطفل يكون على أسوأ تقدير بيتكلم جملة من كلمة واحدة بابا بابا ماما مام عربية حصان قطة أي حاجة يعني لو حتكلم بقى بنماكية سنة يعني على سن السنتين لو عنده في حدود الخمستاشر كلمة يبقى الحمد لله إحنا ماشيين رائع على سن التلات سنين لازم يكون بيعرف يقول جملة من كلمتين ولو ما حصلش كده لازم تستشير الطبيعي من سن السنتين دي علامة تحذيرية نبدأ من بدري أحسن نعم دوشكر حضرتك شكرا جزيلا نورتينا وشرفتينا دكتور مونة الشيخ أستاذ أطب النفسي بكلية أطب جماعة عن شمس شكرا جزيلا نراكتور نورتينا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا